عمر المجالي يطلعنا الآن على المزيد حول جغرافية هذه الأراضي كيف علجتها اتفاقية وادي عربة للسلام عمر إذن أسبوع وسيتحدد ماذا يمكن الحكومة أن تقوم فيما يتعلق باستعادة أراضي الباقورة والغمر مذكرة أنيابية مطالبات شعبية مسيرات غدا تطالب الحكومة الأردنية باتخاذ موقف واضح فيما يتعلق بالباقورة والغمر نعم طارق دائما هناك المسار الشعبي كان أيضا بجانبه المسار التشريعي مثل في مذكرة مجلس النواب كما ذكرت الجميع يترقب ما سيكون قرار الحكومة سأستعرض اليوم هذه الأراضي كيف كان في معهد السلام وما هي الملاحق التي ركزت عليها توسع النقاش وتوسع الدائرة حول قضية الباقورة والغمر وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لاختار الجانب الإسرائيلي برغبة الحكومة الأردنية بإنهاء الاتفاق حول المنطقتين الحدوديتين تمهيدا لاستعادتها نتحدث ببعض التفاصيل عن المنطقتين البداية من الباقورة هي أراضي أردنية حدودية تقع شرق نهر الأردن ضمن لواء الأغوار الشمالية التابع لمحافظة إربد تعتبر الباقورة إحدى بنود النزاع بين الأردن وإسرائيل منذ عقود لوقوعها على الحدود تبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة الباقورة حوالي ستة آلاف دنم أما السياق التاريخي لاحتلالها قامت إسرائيل عام 1950 باحتلال حوالي 1390 دنما وفي مفاوضة السلام عام 1994 زعمت إسرائيل أن 830 دنما من هذه المساحة المزروعة على مدى سنوات الاحتلال هي أملاك إسرائيلية خاصة بيعت لهم عبر الوكالة اليهودية جاءت معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994 واتفق الطرفان في معاهدة وادي عربة على استرداد الأردن لجزء من الباقورة بمساحة تقارب 850 دنما ونصت المعاهدة في الملحق الأول با على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة حيث تعترف إسرائيل من خلاله بالسيادة الأردنية على هذه المنطقة إلا أن ذلك متبوع بعبارة تقول إن المنطقة فيها حقوق ملكية أراضي خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية وهم المتصرفون بالأرض وبالتالي يتعاهد الأردن وفقا للمعاهدة بأن يمنح دون استيفاء رسوم وأن يكون هناك حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها وفقا لملحق الاتفاقية يبقى هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة 25 عاما إلى جنوب الأردن حيث تقع المنطقة الثانية الغمر هي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة في صحراء وادي عربة وتبعد عن العاصمة عمان قرابة 168 كيلومترا إلى الجنوب كما تقابلها مستوطنة سوفار على الجانب الآخر من الحدود تبلغ مساحتها حوالي أربعة آلاف دنوم وهي في الأغلب أراضي زراعية قامت القوات الإسرائيلية بعد حرب 1967 باحتلال أراضي أردنية تقع شرق خط الهدنة لعام 1949 وكانت الغمر من تلك الأراضي وهي تمتد لخمسة كيلومترات داخل الحدود الأردنية وقد أسرت إسرائيل على عدم الانسحاب منها بحجة أنها امتداد لمستوطنة سوفار الغمر أيضا وردت في الملحق الأول من معاهدة السلام تحت اسم منطقة الغمر سوفار ينص الاتفاق على أنها تحت السيادة الأردنية أيضا ولكنها لا تخضع لقوانين الجمارك الأردنية ويتم تطبيق ذات النظام الخاص حيث توجد ملكيات خاصة لمزارعين إسرائيليين كما يتعهد الأردن بحمايتهم يستمر هذا الاتفاق لمدة خمس وعشرين سنة ويتجدد تلقائيا في حال لم تطالب الحكومة الأردنية باسترداد تلك الأراضي طارق الآن الجميع بانتظار قرار الحكومة الأردنية بالتفصيل هذه هي الملاحق والتي أخذت حيز كبير بالنسبة لأراضي الباقورة والغمر ويجب على الحكومة الأردنية قبل عام أن تخطر الجانب الإسرائيلي إذن الباقورة والغمر حديث الشارع الأردني والمطالبة ومطلب وطني باستعادتهما